مهما كلها ما بزهقش من فطار او عشا بعملها وبحبها وطعمها لزيز جدا جدا. معايا هنا طاصة هبدأ احط فيها معلقة من الزيت او معلقتين. الزيت يقضح بسيط. هنزل بالباسترمة وتكون متقطعة شرايح. معايا هنا بقى الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. ممكن حرق ممكن بارد حسب ما انت عايزة. هاخدها برضو تشويحة. ومعايا هنا اربع بيضات. هرش عليهم ملح وفلفل شاطة. طبعا البيض حسب الرغبة لو انت ممكن تضيفي بطين او تلب بيضات زي ما انت عايزة. هنزل بقى بالبيض كده. وهفرده في الطاصة. معايا هنا بقى شرايح الجبن الرومي. مبشورة. بابدأ اضيفها ورشها كده على الوش بالشكل ده. ومعايا هنا كمان الجبن الموزاريلا بتديها مطة وطعمها لزيز جدا جدا. بالمناسبة الجبن الموزاريلا دي طحفة جدا وانا جربتها واعجبتني اوي لو عايزين نوح هكتبولي في الكومنتات. معايا هنا برضو الجبن المسلسات بتبقى جميلة جدا لما بتسيح بيبقى طعمها طحفة. هغطيها بقى واسيبها كده يعني خمس دقايق بالزبط. بصوا بقى. طحفة يا جماعة. طحفة. سايحة كده وطعمها لزيز. لازم بجد تجربوها. ولازم تنزلوا صوركم على الجروب بتاعي. انتظروني الفيديوهات تانية كتير جديدة. از عجباتكم الوصفة بتنسوش تحطوا لايكوكم من تحت.